أعلن رئيس الاتحاد العام للصباحة والألعاب المائية بالجمهورية خالد الخليفي أن رئاسة الاتحاد تقوم بدراسة استضافة بطولة عربية للصباحة في المياه المفتوحة في مدينة المكلة وأكد الخليفي أن مهرجان موسم نجم البلد السياحي يعد مناسبة للصباحة البطولة العربية في المكلة مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق والتواصل مع وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بمحافظة حضر موت لمناقشة استضافة البطولة مثنيا على التنظيم الجيد لبطولة الجمهورية التي احتضنتها مدينة المكلة والجهود التي بذلها فرع الاتحاد بساحل حضر موت ومكتب الشباب والرياضة في سبيل إنجاح البطولة